الحقيقة برضو في الاسبوع ده انا يعني شرفت بيعني رئاسة المجموعة الوزرية للتنمية الصناعية وحضرتها مع كل الوزر المعنيين وتابعت معاهم كل الاجراءات اللي بتتم لتسهيل وتيسير الاجراءات وتحفيز الصناعة المصرية بخلال الفترة الجاية وازاي ان احنا نقصر الاجراءات ومتابعة والمرأبة على المصانع وتوفير حتى الاراضي والبنية الاساسية واطلاق ومتابعة اطلاق منصة مصر الصناعية ولكن ايضا يمكن في نفس الوقت حضراتكم مبارح اكيد تابعتم معايا ان احنا بنفتتح واحد من اكبر المصانع الجديدة اللي انشأت في مصر وهو مصنع بيكو ويمكن معلش انا هاكد على هذا الموضوع احنا من سنتين بس ما كانش عندنا تلات شركات هما اكبر تلات شركات في العالم في انتاج الاجهزة المنزلية هاير وبيكو مبارح وبوش اللي احنا ان شاء الله هنفتتح هو بقريب كان كل جهد الدولة المصرية ان احنا ازاي نكتذب اكبر شركات في العالم تيجي تفتح مصانع هنا مش عشان تغطي السوق المحلي لكن كمان عشان يبقى هذا المصنع مركز اقليمي للتصدير من مصر كل المنطقة الحمد لله هاير هذا الكلام حصل مبارح بيكو اكيد حراكم شفتوا مستوى المصنع قد ايه وحجم التقدم التكنولوجي اللي موجود قد ايه والشيء اللي يفرح العمالة المصرية المدربة واللي حتتضاعف لتلات اضعاف خلال فترة بسيطة وازاي الاهتمام بالبحث والتطوير والشراكة مع الجامعات المصرية عشان الافكار اللي بيطلعها الشباب المصري اللي يشوفوها كشركات عملاقة زي دي يشوفوا منها بعض الافكار القابلة للتطبيق بيحتضنوه ويمولوه ويتنفز على الارض ده اللي عمل التفارات الصناعية في الدول الاخرى في الفترات السابقة شغالين عليه بقوة في خلال الفترة القادمة الحقيقة ايضا يعني اصدرت قرار بتشكيل المجموعة الوزارية لريادة الاعمال ودي كانت يعني من اخر مجموعة كنت طلق بعد التعديل التغيير الوزاري قلنا حنعمل مجموعات وزارية مهمة موضوع ريادة الاعمال واحتضان الشركات النشأة شيء مهم جدا 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 واحنا ان شاء الله الفترة الجاية بنفعل هذا الموضوع